السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مصر رضا البيومي من قناة انجليز اولاين اهلا بكم حبايبي ابطال الصف الاول الاعدادي في بيديو النهاردة بإذن الله هحل معاكم مذكرة المراجعة النهائية الخاصة بكتاب المعاصر اللي لسه منزلينها من ايام وطبعا بتحتوي زي مذكرة الترمي الاول كده بتحتوي برضو على خمستاشر اختبار طبعا شاملين كل الاسئلة المهمة اللي موجودة في المنهج وفي المحتوى المكرر علينا في الترمي الثاني اللي هو بدون الوحدة الاتناشر الملغية المذكرة دي هاتلين نساب لك لينك تحملها في اول تعليق اسفل الفيديو كمان بتحتوي على اهم الباراجرافات اللي انت لو عاوز تركز عليها مش هيطلع عنها باراجراف امتحانك والله كده على بركة الله نبدأ في فيديو النهاردة اول فيديو في المراجعة بحل الاختبار الاول قبل ان نبدأ كده حل الاختبار بأكد عليك ضروري حاجات مهمة جدا لينا لو انت عاوز تدعمنا تدعمنا باللايك والتعليق والاشتراك في قناتنا وتفعيل زر الجرس لو اول مرة تشاهدنا ولو عندك ايه طلب اطلبه في التعليق وهرد عليك على طول ركز ما معاك وهنبدأ على طول من اول السؤال التاني اللي هو سؤال الدالج وانفوت بقى سؤال الاستماع اللي هو زي ما قلت لك كده بتسمعه من مدرس مدرسك في اللجنة وبتحل طبعا السؤال مهم جدا بقى وليت في سؤال الديالوج زي ما قلنا قبل كده لو في جملة بالاسود بتكرها الاول يعني هنا بيقول لي يعني انس ومونة بيتكلموا عن القصص فهنا الناس بدأ السؤال وبقول لها ما نوع القصص اللي انت بتحبيه فانا معرفش بتحب قصي هتكمل بيقول هنا او البنت بتقول له لان القصص المغامرات مثيرة وممتعة جدا يبقى بالتالي هنا هي بتحب قصص المغامرات يبقى هتكتب ايه هتقول له كده هتقول له بحب قصص المغامرات هيرجع بها بعد كده انس يسألها السؤال اللي هو ليه بتحب قصص المغامرات لانها تحت قالت له لانها مثيرة جدا يبقى هتقول لها لماذا بتحب قصص المغامرات انس هنا بقى بيسألها سؤال يا ولاد ردت قالت له يعني قصة المفضلة هي قصة اللي قصة اللي عندنا في دروس الريدن يبقى معنى كده انس هتسألها ما قصتك المفضلة يبقى هتقول لها رجع بعد كده انس بيسألها السؤال يعني ماذا كانت وظيفة اللي هو بطل القصة طبعا احنا عارفين ان الريبيرنسون كروزو كان بحار يبقى هترد من هنا وتقول له he was a sailor وبعد كده هنا انس هو بيسألها سؤاله بقول لها what happened to his ship ماذا حدث الى السفينة بتاعته ايه اللي حصل لها طبعا هنا السفينة غير ات ده ما احنا فاكرين يبقى نقول ايه حاجة من اتنين يام ما تقول لي it sank طبعا تستخدمها في الماضي لان السؤال بقول لك what happened يعني ما تقول لي ما تقوليش مثلا sink بالاي لكن هنا ايه it sank in the sea يعني عامق او غاصط فين في البحر غير ات في البحر يعني السؤال اللي معنا بعد كده سؤال القطعة اللي بأكد عليك ضروري جدا انت تكرأها كويس مرة ومرتين لان يا ولاد انت عندك الوقت الكافي لكده في الامتحان فبلاش استعجاله وتدخل على الاسئلة على طول وتقعد تجيب بالشبه والكان ده لا مهم جدا بأكد تاني تكرأ القطعة مرة واثنين هنا بقول لي last mid year holiday يعني اجازة نصف العام الماضية سامح and his brother rumsey decided to spend it in upper egypt as the weather is warm in the winter during the day يعني هنا بقول لي ان سامح واخوه رمزي قرروا في اجازة نصف السنة الماضية انهم يقضوها في صعيد مصر حيث ان الطقس بيكون دافئ في الشتاء أثناء النهار they stayed at a hotel اقاموا واعدوا في فندق and enjoyed visiting very exciting temples and museums there where they could see ancient things يعني بقول هنا انهم اقاموا في فندق واستمتعوا بالزيارة المعابد المثيرة وكمان المتاحف حيث ايه بقى هناك بقى في المتاحف والمعابد ادروا يشوفوا الأشياء الأثرية the problem was يعني المشكلة كانت at night كانت بالليل ايه بقى ليه because it was very cold لان الجو بالليل هناك كان بيبقى ساعة جدا but they wanted to go around the small villages there ولكنهم كانوا أرادوا انهم يتجولوا في القرى الصغيرة هناك في صعيد مصر they discovered we discovered معناها اكتشفوا اكتشفوا بقى اكتشفوا that some poor people don't have warm houses to live in اكتشفوا لما لففوا في القرى هناك ان بعض الناس الفقراء ما عندهم شي منازل دافئة ليعيشوا فيها they decided to help them قرروا بقى اللي هو السامح واخوه رمزي انهم يساعدوهم يساعدوا مين الناس الفقيرة دول رمزي ان سامح have good friends who were very interested to help those people يعني يقول ان رمزي وسامح عندهم اصدقاء جيدين يقول لي كانوا مهتمين ومساعدة هؤلاء الناس الفقراء after a month بعد شهر they visited them and gave them money and warm clothes يعني يقول لي اذروهم وهنا them عيد على poor people واعطوهم ايه بقى اعطوهم المال وملابس ثقيلة او دفئة بعد كده بقى نشوف الاسئلة number one كده بقولينا the underlined word discovered means لازم يجيلك سؤال كده يكون كلمة مجدود تحت خط في القطعة او اتنين ويطلب منك معناها او العكس او كده فقلنا كلمة discovered يعني اكتشف ايه الكلمة اللي تدي معنا اكتشف هي الفعل اللي هو find out ولكن انك طبعا جابها في الصغط الماضي تبقى found out معنا اكتشف the underlined pronoun them refers to يعني الكلمة والضمير تحديدا المجدود تحت خط them بيشر لإيه احنا قلنا بيشر لمن للpoor people الناس والفقراء هما اللي اعطوهم المال والملابس in museums في المتاحف you can see في المتاحف بتقدر تشوف ايه طبعا بقدر يشوف الحاجات الاثرية او القديمة جدا اللي هي ancient things في number four بيقول هنا give a suitable title for this passage ادي عنوان مناسب للفقرة دي طبعا لما نرجع للفقرة دي هتلاحظ ان هو كان بقول لي last mid year holiday يعني اجازة نصف العام الماضية ممكن اكتب دي بس او or سامح and ramses وحط رامزي a picture في اس يبقى سامح and ramses last mid year holiday اجازة سامح ورامزي اجازة نصف العام الخاصة بسامح ورامزي الماضية طبعا فاكرين يا أولاد من grammar the first term term الاول ان احنا كنا بنحط الابستر في اس الملكية للاسم التاني مش للاسم الاول هنا بقول لي what do you think والسؤال اللي بيكون في what do you think يعني بياخد رأيك بمعنى ما رأيك فيه يبقى ما رأيك في سامح ورامز اخوه رأيك فيهم ايه؟ طبعا رأيك فيهم انه هم ناس متعونين ناس مثلا طيبين يعني ممكن اقول كده i think انا اعتقد they are friendly ودودين مثلا او they are kind او ممكن اقول they are kind and helpful يعني انت بتوصفهم بصفة كويسة لانهم فعلا ناس كويسين في number six باب بقول لي هنا why did Romsey and Samih's friends يعني ليه اصدقاء سامح ورامزي visit upper Egypt ليه اصدقاء سامح ورامزي زاروا سعيد مصر كانوا رايحين لي عشان يقضوا اجهازة برضو لا كانوا رايحين عشان يساعدوا الناس الفقراء يبقى اقول كدوة to help طبعا احنا عارفين why ممكن اجاوب عليها because او by to ولكن هنا الافضل ان احنا نقول لي كي يساعدوا الناس الفقراء يبقى استخدم to المصدر يبقى to help عشان يساعدوا the poor people الناس الفقراء ممكن اقول to help the poor people او ممكن اقول to help the poor people and to give them money and warm clothes نكملها برضو وعشان يدوم كمان ايه قلنا فلوس وملابس ثقيلة السؤال اللي معنا بعد كده السؤال اللي بيكون في عشر نقاط سبعة منهم على الكلمات وثلاثة منهم على دروس ركز بها معايا one i وبعد كده بقول لي go to the museum tomorrow يعني بقول لي هنا ان احنا نذهب للمتحف غدا طبعا هنا زي ما انتا شايف كده المفروض في هنا كلمة من كلمات ايه المستقبل يبقى هنستخدم ايه well واحد اقول لي لي ما استخدمناش اللي هي am going ما هي بتيجي في المستقبل برضو في المستقبل اقول لك لأ مو عشان ناقصها ايه بطل ناقصها to يعني لو كانت to ديت موجودة كنت اقول لك صح برضو there وبعد كده any taps in ancient Egypt طبعا عارفين كلنا ان any بتيجي في الجملة المنفية يبقى بالتالي هستبعد where واستبعد are يبقى يستخدم يا wasn't يا weren't تبص على الاسم بتاع الجملة اللي هي تابس الحنفيات هتلاقي اسم جمع والجمع بياخد يبقى عاوز يقول لم يكن يوجد ايه حنفيات خالص في مصر الفرعونية اما في number three بقول لي الازهر park is that يعني حضيقة الازهر دي هي ايه بقى park in cairo يبقى ده صيغ التفضيل عرفت منين؟ عرفت من ذا مع اسلوب التفضيل لو الصفة سيارة بنختار الصفة اللي فيها est يبقى largest يعني هي الاكبر اكبر حضيقة في القاهرة ماريوم از وبعد كده of the snakes هي عاوز يقول لي بتخاف من السعابين تب بتخاف يعني ايه؟ يعني afraid وتعارفين ان afraid بيجي بعدها of خائف من لها بدائل اه طبعا لها بدائل زي مثلا اللي هي scared اللي فيها اي دي scared وكمان frightened معناهم خائف من our neighbors are يعني جران ر ايه وهنا وصفهم بصفة في الجملة التانية واللي we like them a lot احنا بنحبهم جدا كثيرا يبقى اكيد هما ناس كويسين يعني مش worried ولا sad ولا nervous لكن هما friendly وfriendly يعني ناس ودودين يعني وكويسين اما هنا في number six بول i وبعد كده judo on fridays فحاجة باو معلومة تخب لك منها او كده في اول 3 افعالي سبك من تجد خالص ولكن go بيجي بعدها الانشطة اللي فيها ing زي go مثلا shopping go sailing go swimming play play بتيجي بعدها الالعاب اللي فيها كور زي play tennis play basketball play football يعني بتيجي بعدها حاجات فيها كور طيب دو بقى دو بيجي بعدها الرياضات اللي فيها ياولادة عنف شوية زي مثلا الجودو زي مثلا الكراتي اللي هو الكراتي وهكذا يبقى دو بيجي هنا مع الالعاب اللي قلنا فيها عنف وضربه كبه number seven بولي لقناها في الماضي او خاصة بالماضي يا بتالي ده ايه ده المتحف هو اللي بيعرض للحاجات الاثرية اللي هو الميوزين today today the weather is النهاردة التقسئ so you have to wear light clothes لذلك انت محتاج تلبس ملابس خفيفة light يا بتالي الجو النهاردة يحر يمشمس مشمس هنا يبقى sun يبقى نختارها بجو النهاردة مشمس عشان كده نتختار او هتلبس ملابس ايه خفيفة لكن لو قل لي هتلبس ملابس مثلا warm ملابس ثقيلة وكده يبقى بختالها هنختار cold what type of وتحفظ السؤال ده كويس عشان بيجي في الده اللي وجي بطل لما تجي تسأل وتقول الواحد ما نوع الموسيقى اللي انت بتحبها تخب بالك او من السؤال ده تحفظه كويس عرفت منين يا مصر النوع بيقول ما نوع الموسيقى عرفت يا استاذ من الاجابة من كلمة جاز وطالما هنا النوع الموسيقى يبقى استعدام هنا music يبقى بتقول what type of music do you like هنا في number 10 we وبعد كده a nice time in the park yesterday yesterday من علامات الماضي عشان كده جايب لك الاختيارات كلها في الماضي يبقى ليجي الفعل المناسب مع كلمة time time بيجي معا الفرب اللي هو spend يعني يقضي اوكي وبالتالي هنا نستعدام صوت الماضي عشان yesterday وماضي اللي هو spend يبقى ضينا وقت ايه لطيف في الحديقة بالامس السؤال اللي معانا بعد كده سؤال تصحي الخطأ وده بيبقى كله على grammar وعلى القواعد number one كده بيبقى بيقولينا هنا the cat is cleaning myself يبقى لأ ده انا عاوز اقول ان القطة بتنظف ايه؟ بتنظف نفسها والقطة هنا مفرد غير عاقل يبقى ييجي معاها itself هنا بيقولي do you like pizza؟ هل انت بتحب البيتزا؟ قال لي yes I did طالما هنا في الاجابة did يبقى السؤال البادئ بدد واقول هنا did you like؟ هل عجبتك البيتزا؟ the accountant اللي هو المحاسب ما له is good buy numbers عاوز يقولي ان هو is good at good at numbers يعني هو جايد في الارقام هذا طبعا حاجة اسمها good at يعني جايد ايه؟ جايد فيه لكن لما يقولك good for دي معناها مفيد ليه اما هنا بقولي let's وجاب لي بعدها verb مضاف له and g وكلنا عارفين let's بيجي بعدها infinitive المصدر يبقى خليها let's go to the stadium هيا نذهب الى وده من طرق الاقتراح لازمة انت بعرفهم كلهم نجي بقى الاخر سؤال في الاختبار اللي معنا الاولاني ده وطبعا ان شاء الله في كل فيديو اولاد هحلي لك اختبارين مش اختبار واحد اوكي عشان نلحق نخلص الخمستاشر اختبار دول على سبع فيديوهات مثلا بالكتير فالباراجراف معنا اللي في الامتحال الاولاني هنا بكعم موضوع مهم اوي 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 اللي هو كيف كانت عطلة اسبوعك الماضية فتعالا كده يلا نشوف ازاي هنكتب على الموضوع زي ما قلت لك كده ان المذكرة ديت مكتوب فيها الباراجرافات اللي هي موجودة عندك في المنهج واهم الباراجرافات اللي مش يطلع عنها السؤال ده تحديدا في الامتحال فطبعا مهم جدا تنزل المذكرة نسبلك في اول تعليق تنزلها عندك على الموبايل مثلا وتزاكر الباراجرافات اللي فيها وتحل كمال اسئلة وتراجع اجاباتك معاها يلا كده بقى نشوف الباراجراف المعانا اللي هو كيف كانت عطلة اسبوعك الماضية في البداية كده اقول لك الاسبوع الماضي ممكن اخليها عطلة الاسبوع الماضية يعني كده او كده يبقى الاسبوع الماضي انا قضيت عطلة اسبوع رائعة ولطيفة حقا طيب هنا تتكلم في صغط الماضي خد بالك اوعى تقول حاجة مضارع الا بقى لو انت بتوصف في المكان اللي انترحته لاني لما بتوصف في المكان ممكن اوصفه بي صغط المضارع دي طيب يبقى زهبت الى منزل صديقي ولعبنا فيهن في الخضيقة سهلة جدا كل ده كان الموضوع ممتع جدا زهبت مع والدي الى الستات شفنا وشاهدنا مباراة كرة القدم ولكن فريق خسر التقطت كثير من صور السيلفي بعد المباراة يعني بقولك زهبت للمطعم لتناول البيتزا اللي هي بالزاتون والإيه والفلفل كده نخلص في وصف الماضي لكن اللي جاي دي بقى مستقبل ولي عطلة الاسبوع اللي جاية القادمة هنا بقى تتكلم بالمستقبل I will go to the museum or the fun fair عطلة الاسبوع اللي جاي أنا هزب يا للمتحف يا إما للملاهي طبعا مكتوب بصيغة سهلة خالص أول تقدر تذكروا لأن من أهم البراغرافات اللي عندها في الملاهج يلا بنا كده بقى ننتقل على حل النموذج التاني في المذكرة المهمة هنحل بقى دلوقتي مع بعض النموذج التاني من مذكرة المعاصر المراجعة النهائية ديت المهمة أو ديت يا جماعة واللي بأكد عليك سبها لك في أول تعليق ولو انت لسه بتتابعنا حد دلوقتي من الفيديو بأكد عليك دعمنا ضروري باللايك ويقل رأيك في تعليق وكمان اشترك في قناتنا وفعل زر الجرس لو أول مرة تشاهدنا هنفقى تسأل الاستماع وندخل على طول كده من أول الدالب هنقرأ الجملة المهمة أو دي اللي بيقول فيها هنا بيسأل باسم عن رياضة المفضلة وده لك ده يعني بينتشر في كل المحافظات دي كتير قوي في المتحانات مازن هنا بقول له ما رياضتك المفضلة فهقول له أنا بحب كذا يعني ممكن يقول له وبعدين الرياضة عرفت منين ان احنا بقى هنقول منين قصد الرياضة من الإجابة والفوتبول كرة القدم يبقى كده قال له في قويشتار قال له في طرية تانية مصطر أجاوب بيها على السؤال اللي هو بتاع يعني ما المفضل كذا لديك يبقى طبعا فيها طرية تانية ان انا استخدم فيها كلمة في الحالة دي بتقول ايه بقى بتقول رياضة المفضلة وبعدين اسم الرياضة يبقى انت كده عندك طريقتين للإجابة على السؤال اللي هو مصطقة دي طبعا السؤال مش هافري معاك على فكرة لو غير وخلاها مثلا هوبي او خلاها مثلا هي بتبقى نفس الطريقة للإجابة ولكن اللي بيختلف بس احنا بنشيل كلمة فوتبول وبنحط الايه الاجابة اللي احنا او المناسبة يبقى طبعا هنا انا قلت ان ليه عشان انترستن بدأ بالصوت المتحرك اللي هو الاي فلازم نحط قبلها ان طيب بعد ما قلت له السبب عشان هي الرياضة كذا فبقول له بعد كده سؤال او مازل نسأل السؤال بس ما قال له بلعبها في النادي يبقى معنى كده بقول له اين تلعبها يبقى هيسأل هنا وبعد كده دو يو بلاي ات مو جدا تكون بتعرف تكون السؤال تبتكون السؤال ازاي بتبدأ بكين استفاهم فعل مساعد مناسب لزمن الجملة واستخدمت هنا دو عشان الفعل بتاع الاجابة في المصدر لكن لو كان في اس كنت بستخدم داز لو كان في اه او في صيغة الماضي وفي اي دي مثلا بستخدم دد وبعد كده الفاعل اللي احنا حولنا وبعد كده ولاد بلاي واتزم هي ولكن دي الاجابة هيسأل السؤال بعد كده مازل قال له ايه بقى قال له ايه بقى اه بلعبها مرتين في الاسبوع ولما تلاقي بقى دي اسمها عدد مرات وعدد المرات بنسأل عنه بها وافن هتكون السؤال بقى الطبيعي اللي هو زي اللي فوق ده يبقى هاو اوفن دو يو بلاي ات كم مرة بتلعبها اخي السؤال بقى بقول له كن اي بلاي وذيو هل يمكننا انالعب معك قدرنالعب معك اكيد طبعا هقول له يس يعني نعم بالطبع ممكن نقول له يس شور السؤال اللي معنا بعد كيف الاختبار هو السؤال القطعة وبنقرأها ونشوف الاسئلة اللي عليها بيقول هنا زهبنا في رحلة كده الى الصحراء طبعا هنا ممكن نستخدم صغيرة البراجراف دي او القطعة دي تحديدة لما تيجي تكتب باراجراف عن الويك اند زي اللي احنا كنابنا في الاختبار اللي فات يبقى هنا بقول انا استيقظت مبكرا بدري وكمان عملت النفس الفطار ارتديت ملابسي يعني لبست هدومي وبصت على نفسي كده في المراية لبست كده القبعة والنظارة بتاعت الشمس عشان تحمي او عشان احمي نفسي من الشمس في الصحراء في الصحراء ابدنا المرشد بتاعنا الذي اعطونا الاتجاهات في الرحلة بتاعتنا الخاصة بالرحلة بتاعتنا ركبنا معاه على الجمال طب هم عيدة على ايه؟ اكيد عيدة على المرشد يعني اختي التقطت صور لنفسها مع الجمال بتاعها في تلك الليلة طبخنا لنفسنا العشاء على النار بعد العشاء لما الجو برد كده وبقى ساعة عدنا وجلسنا بجوار النار عشان نخلي نفسنا دافئين تعالى كده الله نشوف الأسئلة اللي عليها يعني الكلمة والضمير تحديدا هنا الضمير المجدود تاتخطهم بتشير لإيه؟ احنا قلنا للقايد المرشد يعني كلمة اللي هي مبكرا بولا عكس ومضاد طبعا مضاد ايه؟ مضاد دا متأخر ومتأخر يعني ليت لما الجو برد قعدنا بجوار ايه؟ قعدنا بجوار الفاير اللي هو النار او الحريقة طبعا هنا النار طبعا تحديدا مش حريقة ولو جاي قبلها تنفع كمال بمعنى المدفقة الدفاية ادي كده عنوان مناسب للفقرة اللي فوق دي هترجع كده اهو بيقولي بس ممكن اخليها عدة الأسبوع الماضية بتاعتي بعد كده هنا بيقولي تمام؟ وممكن زي عشان هنا بس السؤال فيه مثلا فممكن اشيل يعني هي مش ضررية ولاد انت تقولها مثلا ده عنوان مناسب جدا يعني اقول ليه هو بقى ارتدى القبعة ونضارة الشمس طبعا الاجابة موجودة لعشان يحمي نفسه من الشمس فين الكلام ده اهو يبقى من اول يبقى لتو ماقولشه مايسير في نفسي بقى لكي يحمي نفسه من اشعة الشمس هل من رأيك كده تفتكر من المهم ان احنا نحنا يكون معنا مرشد في الصحراء يبقى اكيد طبعا السؤال هيبقى ايه وتحط نقطة وتديني السبب لان اولاد طبعا متحتاج المرشد عشان يديك الاتجاهات بتاعت الرحلة هنقول مثلا لان هو اللي بيعطيني الاتجاهات او because he helped me to find the way ان انا اجد الطرق او اجد الطريق in the desert of الصحراء يبقى كده او كده يبقى اهوت because he gives me لانه بيعطيني the directions اللي تجاهات السؤال اللي معنا بعد كده سؤال اللي تشوز وده طبعا زي ما احنا قلنا كده عشر نقاط ويلا كده نشوف لاسئلة بتاعته ايه number one كده بقول is nora هالنورة spend the summer holiday in alexandria طبعا هنا مع is يبقى باستخدم لها الverb اللي في ing طبعا مش هيبقى لانه لازم هيجي بعدها to وبعد كده المصدر يبقى is nora وهنا معناها سوفا بعد كده هنا بقول لي summer will go shopping يبقى سمر سوف تذهب للتصوج بنفسها لانه سمر دي بنت يبقى هنا بقول لي يبقى اللي بيجي معها long هي how عشان اقول how long طيب لو كان جايب لك long مع هاو هنا و جايب لك باقة الكلمات بتعرفها برضو نحن نستخدم ايه how long لان احنا بنقيس يا ولاد حاجة اللي هو الطريق والطريق طبعا بيكون حاجة وفقية يبقى نسأل how long اما هنا في number four بقول لي the a is a tall narrow building يبقى مبنى طويل ورفاية يبقى المبنى الطويل ورفاية ده ده بيكون برج اللي هو tower in the desert في الصحراء we sleeping احنا بننام في بننام في ايه في الصحراء اكيد بننام في in a tent في الخيمة بعد كده هنا بقول لي we're going to we're going to يعني احنا السوفة ايه هنشوف kayaking next month طبعا ال kayaking اللي هو التجديف يعني بالتالي قلنا الانشطة اللي فيها ing بيجي معها ال verb go ولو بنتكلم في الماضي يتحط قبلها wind و اللي هو معناها ارتدي يعني بدك امر وعرفين ان الامر يا اما ببدأ بمصدر فعل يا اما ببدأ ب don't والمصدر ارتدي ايه بقى البس ايه او بعد كده to protect your head عشان تحمي رأسك هلبس ايه عشان احمي رأسي بهلبس هلبس ال helmet اللي هي الخوزة that's not وبعد كده I think it's beautiful اعتقد ان هي جميلة يبقى بالتالي حاجة دي ليست ايه ليست قبيحة وقبيح يعني ugly when the sun shines لما الشمس بتشرق اللي بيحصل the weather is بيكون الشمس ايه او التقس بيكون ايه بيكون مش miss ومش miss يعني sunny جاب لي هنا بعد كده زب ايه looks so scary يعني تبدو ايه بقى مخيفة جدا طبعا عندنا حاجة اسمها زب آآ آآ لها معناها ايه الانزلاق على الحمل السؤال السؤال اللي معنا بعد كده في الاختبار التاني والاخير في فيديو النهاردة وسؤال تصحيح الخطأ فبقول هنا number one بقول سالي is the وجاب هنا طولر طبعا ما ينفعش مع ذا اجيب مكرنة ذا دي بيجي مع التفضيل والتفضيل من طولر هو طولست يبقى هي اطول بنت ايه في الفصل بتاعنا did you جاب هنا give ازاي اجيب مع عدد فعل ماضي did بيجي معها الفعل في المصدر والمصدر من give هو give يبقى did you give your uncle his jacket هل اعطت لعمك الجاكت بتاعه have you get a phone هل تمتلك تلفون طبعا عارفين ان مع has و have اللي في اول السؤال بيجي معها الفرب في التصفيل التالت وتصفيل التالت من get و got because it is cold لان الجو كان بارد he wears light clothes لبس ملابس خفيفة يبقى دا كده في تناقض يعني الجو كان بارد وهو بيلبس ملابس خفيفة يبقى هنا في تناقض طب ايه اللي بتستخدم في التناقض وبتيجي في اول الجملة او في النص هي although عشان اقول بالرغم من ان الجو بارد بيرتدي ملابس ايه خفيفة اخر سؤال معنا في فيديو بقى النهاردة هو سؤال الparagraph اللي بيكلم على الموضوع مهم جدا من موضوعات منهجنا في الترمي التاني وهو تحيا مصر بريج اللي هو الكبري تحيا مصر وبيجي كتير او في الامتحانات خد بالك وذكر كويس تعال كده الا نشوف الparagraphات اللي معنا في اول مذاكرة ديت مكتوب الparagraph ده ازاي قدامنا هو الparagraph اللي بعنوان تحيا مصر بريج تحيا مصر بريج يبقى تم افتاحه في 2019 more than اللي هي معناه اكثر من four thousand people help it to build it اكثر من اربعة تلف شخص ساعدوا في بنائه they started building it in 2016 and they finished it in 32 months بدأوا البناء يا ولاد في 2016 وأنه البناء في اثنين وثلاثين شهر the bridge crosses the miles طبعا بيتخطى وبيعبر جزيرة الوراء many people enjoy walking across the bridge يناس كتير بتستمتع بالمشي عبر الكبري لي بقى it has a glass floor يعني به ارضية زوجاجية so you can see the river under your feet لذلك بتقدر تشوف النهر تحت قدميك the best time to cross the bridge is at sunset افضل وقت تعبر في الكبري هو وقت غروب الشمس وكده انا بكون وصلت معاك نهاية فيديو النهاردة وزي ما قلتلك المذاكرة ده فيها 15 اختبار كل فيديو بإذن الله هحليلك فيه امتحانين مع بعض وبالتالي هنخلصها في سبع فيديوهات بكتير وهتكون بالنسبة لك مراجعة قوية جدا لان المذاكرة دي فيها كل الاسئلة الممكنة اللي ممكن تجيلك في اي امتحان مهما كانت محفظتك وتابعونا خلال الايام اللي جاة ديت وبضملك بإذن الله الدرجة النائية واشوفكم ده على خير وما تنسوش تدعمونا باللايك والتعليق والاشتراك في قناتنا وتفعيل زر الجرس يا ابطال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة